أفادت تقارير إعلامية عربية إلى أن دولاً أوروبية عدة بدأت بفتح خطوط اتصال عريضة مع القيادة السورية تتجاوز المستوى الأمني. وذكرت التقارير بأن بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وإسبانيا وسويسرا هم من الدول الغربية التي تعتزم معاودة فتح سفراتها في سوريا مطلع السنة الحالية. ومد الجسور مع دمشق والتواصل على نحو أفضل من ذي قبل. ولفت مقربون من بشار الأسد إلى أن هناك بلدين في المنطقة العربية بأكملها وفي أوروبا ما زالا يرفضان مبدأ التعامل السلمي مع الأزمة السورية وهما المملكة العربية السعودية وفرنسا. تأتي هذه التغييرات في سياسة بعض الدول الأوروبية قبيلاً عقاد مؤتمر جناف 2 حول سوريا وبعد ثلاثة أعوام من الحرب الضارية بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة. وفي وقت فتحت فيه جبهة حرب جديدة ما بين فصائل من المعارضة السورية وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. ويعتقدوا بأن هذه المعارك انفجرت بسبب صراع على قيادة المعارضة السورية المسلحة الساعية لإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد. فضلاً عن زيادة الاستياء الشعبي من ممارسات التنظيم التي وصفت بالمتشددة. ترجمة نانسي قنقر